اشتركوا في القناة عن وفاة ابنتي ديانا دون الكشف عن أسباب الوفاة وقالت الفنانة السورية جمانا مراد الحمد لله على كل حال الله ما أعطى و الله ما أخد وإني لله وإني ليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو وتبعت جمانا مراد بكلامات مؤلمة إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة والجنة يروح قلب إمك وأبوك في رأيك صعب مؤلم بس أكيد أنت بمكان أحسن بكتير واختتمت الفنانة جمانا مراد قائلة يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد عقلوبنا لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال وانت طير من طيور الجنة يا إمي ويذكر أن جمانا مراد قد وضعت طفلتها دياني خلال شهر السابع من الحامل منذ حوالي ستة أشهر مع أخيها التوأم علي وحارس عدد كبير من مشاهير ونجوم الوسط الفني في مصر وسوريا على تقديم التعازي في وفاة ابنة الفنانة السورية جمانا مراد وكان أبرز الفنانين الذين سندوا الفنانة السورية جمانا مراد في محنتها بكلمات مؤثرة الفنان السوري سامن المصري والفنان السورية كندا علوش والفنان هبانور والفنان سسنة نجم الدين والفنان باسم ياخور والفنان صباح الجزائري وغيرهم العديد وكتب سامن المصري لا حول ولا قوة إلا بالله الله يصبر ألبك في حين كتبت كندا علوش يا حبيبتي الله يرحمها ويصبر ألبك ويعودك ويخلينك ولادك ويحميهم ونعى باسم ياخور وفاة ابنة الفنانة جمان المراد بقوله يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله الله يصبرك يا جمان الله يرحمها والله ألويت أبطى بينما علقت الفنانة صباح الجزائر يحريك يا الله حرأتي لألبي الله يرحمها ملك الجنة الله يصبركم ونكون معكم جمان المرادهم وثلاء منتجة سورية شهيرة وواحدة من نجمات الدراما السورية والمصرية بدأت حياتها كمديعة ثم داخلت عالم الفن عن طريق المخرج السوري نجة إسماعيل إنزو جمان مراد مواليد الأول من إبريل عام 1973 في مدينة السويدة السورية وعاشت مراد جزء من حياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى أنهت الثانوية العامة درست جمان مراد في جامعة دمشق في كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية وبعد تخروجها منه درست الدراما والتمثيل في مركز فنون التمثيل في لندن عرفت جمان مراد طريق الشهرة من خلال عملها في تلفزيون عجمان ومن ثم دخلت المجال الفني عن طريق المخرج السوري نجة إنزو وكانت البداية مع مسلسل بقايا صور في العام 1999 مع المخرج نجة إنزو قدمت جمان مراد العديد من مسلسلات مثل رمح النال البواسل والمسلوب والبحث عن صلاح الدين وشكلت جمان مراد تنائية ناجحة مع الفنان السوري سامر المصري من خلال شخصية العقيد أبو شاب وزوجته شريفة في مسلسل باب الحارة والذي شاركت جمان مراد في أجزائه الثالث والرابع والخامس حققت البنان السوري جمان مراد شهر واسع عربيا عندما قامت بطولة مسلسل الدراما العربي المشتركة مطلوب رجال في العام 2010 وقد قامت بشخصية إمرأة مصرية تدعاها له وقدمت جمان مراد في الدراما المصرية عدد مسلسلات أبرزها سوق الزلط والشارد ومسلسل أرقاهرة ترحب بكم وشاهد إبات وفرعون ومسلسل أي خيانة عهد وزي الأمر أما في السينما المصرية فقدمت مراد العديد من الأفلام مثل الشياطين ولحظات أنوثة وفيلم كبري والفرح وفيلم الحفلة وكف القمر وتنتظر مراد عدد فيلم 13 يوم في دور العرض المصرية دخلت الفنانة السورية جمان مراد إلى مجال الإنتاج فأسست شركة جمان إنترناشنال للإنتاج السينمائي والتلفزيوني والتوزيع والتي قامت بإنتاج حدد كبير من المسلسلات أبرزها على الغيط الأبيض انتقام الوردة هيك تجوزنا والجزء الثالث من المسلسل المدرسة الحق تزوجت الفنانة السورية جمان مراد ثلاثة مرات المرة الأولى كانت من المخرج التلفزيوني السوري نجدة إنزو والذي كان له الفاضل في دخولها لمجال الدراما لكنها قامت برفع دعوة خلع بعد ثلاثة سنوات من الزواج فقط ومن ثم تزوجت جمان مراد من رجل أعمال السوري لكن لفترة قصيرة وانتهت بالطلاق وتزوجت مراد بعدها بالمحايم الأردني ربيع بسيسو في إبريل عام 2013 وأقيم عقد القارع في فيلاتيا الخاصة في منطقة العريش في مصر وفي فبراير عام 2019 أعلنت جمان مراد عن إنجاب ابنها الأول وأطلقت عليه اسم محمد ومن ثم في العام 2020 أعلنت عن إنجابها لثوأم ولد سمته علي وطفلة سمته الزيانة ترجمة نانسي قنقر عانت الفنانة السورية جمان مراد من تأخر الإنجاب مدة 6 إلى 7 سنوات وقد نظرت أن تحج إلى بيت الله الحرام في حال حدوث الحمل وهذا ما تحقق بالفعل في العام 2018 حيث زالت مراد الأراضي المقدسة لأداء الحج في أغسطس من العام ذاته وكانت بالشهر الثاني من حملها وتوقفت جمان مراد عن التمثيل مدة 7 سنوات لرعاية أسرتها وذلك منذ العام 2013 لتعود في العام 2020 بمسلسل خيانة عهد حيث فضلت مراد التوقف لتأسيس عائلة ورعاية ابنها الأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر